إذا توقفت في حي الصديقية بوهران فيرجى أن تلتفت إلى هذا المكان إلى هذه الشاحنة المركونة هنا تسكن نعيم وأولادها الأربعة الأرض ضاقت بهم فسكنوا شاحنة بدلاً من أن يكون المقام مؤقتاً طال إلى ست سنوات الأيام والسنوات تمر والفصول تمر والوعود تتوالى لكن صورة السيدة نعيمة وأولادها بقيت ملتصقة بهذه الشاحنة البيت ضع العمر وتحولت أحلامها إلى روتين قاس لا تملك نعيمة سوى ورقة مخطوط عليها استفادة تحصلت عليها نعيمة منذ أكثر من ثلاث سنوات مرت السنوات وبقيت الورقة حبراً على ورق 2017 قضى نعيمة تحلم بمسكن وصيارة وليس شاحنة عبارة عن سكن